يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا مصطفى صباح الخير يا جمانة وخلينا نقول النهاردة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف دي تحديدا مناسبة لعالم بيهتم بيها كل سنة في يوم 17 يونيو علشان يعزز الوعي بمخاطر التصحر التصحر بيعتبر واحد من أكبر التحديات البيئية اللي للأسف بتزداد خطورته مع تزايد التغير المناخي اللي بنشوفه دلوقتي في العالم كله التصحر بيأثر بطبيعة الحال على جودة الغناد المستخدمة في الزراعة وبالتالي يؤدي إلى تراجع الانتاج والمحاصيل في وقت العالم كله بيعاني بطبيعة الحال من أذمة غزاء حقيقية صحيح مصطفى لكن خليه في البداية يعني أعرف لحضراتكم ما معنى كلمة التصحر التصحر هو تعرض الأرض في الأماكن أو المناطق القاحلة والشبه القاحلة للتدهور مما يؤدي لفقدانها للحياة النباتية وأيضا التنوع البيولوجي ده عشان كمان الأرض بتفقد الطبقة الفوقية فبيبقى صعب طبعا زراعتها مرة تانية الحقيقة أنه اليونسكو كمان قالت في آخر تقرير لها أنه تصحر بيؤدي لخسارة بهذا في المحاصيل الزراعية وأنه لو ما كانش فيه إجراءات حكومية قوية لمواجهة الجفاف ومعالجة التغيرات المناخية هنتفاجئ بأنه التلت مساحة اليابسة في العالم أصبحت أراضي بور ولا تصلح للزراعة ده الثمانية مصطفى دلوقتي خطير جدا لأنه إحنا شايفين أزمة وملف تغير المناخ والنقص كمان في الغذاء عامل مشكلة كبيرة فما بقتش مجرد قضية فرعية صحيح العالم كله هيعاني من أزمة غذاء لو لم يتم الاهتمام بهذا الملف بحكم أن مصر بطبيعة الحال مهتمة بقضية البيئة ومهتمة أكتر بزيادة إنتاجية المحاصيل عشان تأمن غذاء المصريين كان التوجه من بدري قوي بأننا لازم نطور أسليب الري القديمة علشان نعالج مشكلة جفاف التربة كان مهم أيضا أن نشتغل على مشروعات زراعية كبرى زي مشروع الدلتة الجديدة زي إعادة إحياء مشروع تشكة علشان يكون عندنا توسع في المساحات الخضراء ويكون عندنا إنتاج أكبر من المحاصيل الزراعية ده هدف مصري قومي وده هدف طبعا بتواكب مع التغيرات اللي حصلة في العالم كله سياسيا أو زراعيا بكل تأكيد يا مصطفى كمان ده غير الحقيقة المجهود الكبير اللي عملته الدولة في وقف الزحف العمراني والتعدي على الأراضي الزراعية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتم جدا بهذا الملف الحقيقة لأنه بيمثل خطر على الأمن الغذائي في مصر كمان بيهدر موارد الأجيال اللي جاية عشان كده كانت التكليفات واضحة بمواجهة حاسمة لمنع أي تعدي على الأراضي حتى لو شبر واحد طبعا زي ما قلنا أنه لازم يكون فيه جهود حكومية كبرى لكن كمان ما يمنعش أنه فيه دور مجتمعي فيه دور مجتمعي أنه نعلم ولادنا دلوقتي إزاي نقدر نرشد استهلاكنا في مواردنا بشكل عام لأن تاني ما بقتش قضية فرعية ولا بقت قضية موجودة على هامش الاجتماعات الدولية لا بقت قضية حيوية وبقينا بنشوف دلوقتي فعلا جاءت كم الحرائق اللي في الغابات وده بالمناسبة على فكرة التصحر يا مصطفى بيؤدي لجو ملائم لحرائق الغابات وإثارة الرياح اللي بتبقى موجودة فالموضوع فعلا أكبر من اللي احنا متوقعينه فيه أماكن بتكون حوالينا فضية وصحرة وأرض ما فيهاش حاجة ممكن نشجرها على سبيل مثل كلها حاجات ممكن نقوم بيها عشان نقدر نساعد لأنه تاني قضية المناخ مش هتطال حد بعينه هي هتؤثر على الكرة الأرضية ككل زي ما احنا شفنا في الوقت اللي فات اللي حصل درجة حرارة الأرض ارتفعت حرائق في غابات كتيرة جدا ارتفاع درجة حرارة في دول يعني ما شفتهاش قبل كده فأعتقد خلاص أن التأثيرات بقت واضحة بالنسبة يعني كلمة أخيرة في هذا الأمر يعني قد تكون بتؤمن بمذهب سياسي أو بدين معين أو بمعتقد معين العضية الوحيدة للعالم كله متفق عليها هي هذه القضية سواء بقى ديانتك إيه سواء توجهك السياسي إيه سواء اعتقدتك إيه الحكاية دي ليه علاقة بينا وبأجيالنا اللي جاية وبأولادنا وبأحفادنا فلازم كلنا نتكاتف بكل الألوان والأديان والمعتقدات وكل دي قصديها جماعة مش قضية يعني أمنة قومي دي قضية وجود كوكب الأرض يجب أن يتحول إلى سنوك بزرق لعيم وجود كوكب الأرض يعني على أي حال هنبدأ معكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر بنصبحها لحضراتكم مرة تانية صباح الفل عليكم